السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين. ان شاء الله هنبدأ مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الثانوي. هناخد النهاردة يونيت وان لسونز وان عن تو. هناخد كل ما يتعلق بالفوكابلاري بكلمات من سيرونيم وانتونيم المرادف والمضاد تعابيرات لغوية المشتقات اللي بتسبب لمعوظمنا مشكلة كبيرة جدا وناس كتير بتشتكي منها. وان شاء الله هعرفكم ازي تحلو الاسئلة بتاعتها بسهولة. وان شاء الله هنعمل لكم جربات على الواتس اب لكل المراحل للرد على التساؤلات وكمان مذاكرات هدية. وده كله هيبقى بقى جرر رمزي لدعم القناة علشان نستمر. وهنهلن عن كل حاجة على المنتدى بتاع القناة. علشان الناس اللي عاوزة تحجز. لان العدد هيبقى محدود جدا. علشان الفايدة تبقى كبيرة ان شاء الله. نبدأ مع اهم الكلمات بتاع لسونة 1 & 2. اكت 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 اكشن اكشن يكتشن ريكت 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 سي تحجز. الناس اللي عاو ريكت سي بي آر طبعا نختصر ليه. و كارديوبيولمونري resuscitation, cardiopulmonary resuscitation. كما مرة, cardiopulmonary resuscitation. انتعاش قل براوي. Guide, guide, guidance, guidance. Infect, infect, infection, infection. operate, operate, operation, operation. Perform, perform, performance, performance. Resilience, resilience. Severe, severe. Technique, technique. نكمل أهم كلمات. Active, active. Ambulance, ambulance. Athlete, athlete. Athletic, athletic. AHC اختصار لathletic heart center. Available, available. Bandage, bandage. Base, base. bleed, bled, bled. Bleed, bled, bled. Boon, boon. Breathing, breathing. Center, center. Check, check. Chest, chest. Collaboration, collaboration. Competition, competition. First aid. طبعا نجيب له من كوسين كت. تم فابردو كت لو سندوه لصفة الأولية. First aid. Flat, flat. Fortunately, fortunately. Injure, injured, injured, injured. Injury, injury. Injure, injury. Injure, injury. Injure, injury. Injure, injury. Injure, injury. Major, major. Medical, medical, medical. Normal, normal. Bioner, bioner. Bioner, bioner. Place, place. Press, press. Respond, respond. Responsibility. Responsibility. RISE, ROSE, RISEN. RISE, ROSE, RISEN. Sign. LJ, silent. Sign. Details. 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 Disease. Disease. Educate. 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 Else. Else. Emergency. 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 Examination. 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 Executive. 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 Expert. Expert. Sudden. Sudden. Survive. Survive. طبعا تنفع بطول أو تدويق الرياضي أو كاس التعريفات بقى الديفنيشن بيرفور يقوم بطبعا تودو أن أكشن فهو بعمل معين مرض معدي يعني مرض يسبب بواسطة فيروس أو بكتيريا بكون بعمل شيء لأن شيء تاني يتعامل فانا يضيعطوها الرد فعله باستجيب لي تكنيك أسلوب أو تقنية طريقة العمل شيء بس يقوم معك مهارة بداية التكنية أو أسلوب ناخد بعد كده بقى سئلة على الجزء الخاص الناس المتابعين عارفين دايما لما نجي نحل الأسل على الكلمات راجع الجزء اللي فات كويس جدا بعد كده وقف الفيديو حل الأسل اللي بتزرق قدامك لوحدك بعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف إجابتك صح والغلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل وطبعا تفعلوا معنا يا جماعة في التعليقات نعمل لايك للفيديو ده كله بيشجعنا علشان نستمر نبدأ مع أول حاجة نمبر وان Patients with COVID-19 should be isolated due to the danger of طيب يقول لهم المرضى بتوع المرضى الورس كورونا يعني يجب أن يتم عزلهم due to the danger of بسبب خطر أيه طبعا بسبب خطر أيه العدوى لأنفكشن يبقى نمبر وان بتبقى لتور أيه نمبر تو His job is to guide the tourists وظفته أنه طبعا يرشد السياح كلمة جاية هنا في الجملة تعتبر إيه إحنا نقول لك هنا his job is to تو يجيب وراءه مصدر يبقى هنا verb letter B أو letter C هنا بقى اللي هو الفعل number 3 a British team the first heart transplant operation فريق أجنبي أو فريق هنا بريطاني بقى أم بأول عملية زرع قلب اللي هو إيه بقى دايماً كلمة العملية كلمة operation بيجيب معها إيه كلمة did تمام هي أصلها do an operation والماضي طبعاً did number 4 scientists take notes of that when two chemical substances are mixed together في علماء طبعاً خدهم لحظات لما طبعاً يعيزوا لك مادتين كيميائيتين تمام كده mix together بدأوا ميتفاعلوا مبعض إذن هما طبعاً هنا بيكتبهم لحظات للreaction للاستجابة أو رد الفعل تمام number 5 we almost differently to the same stimulus ولك احنا يعني غالباً تقريباً يعني بنستجيب بطريقة مختلفة لنفس التحفيز اللي بيحصل لنا إذا أنا مثلاً حفزت بعض الطلاب عشان نعملوا حاجة معينة برد في علوم بيختلف إذا أنا تبقى ايه هتبقى react كلمة the same stimulus يعني نفس التحفيز number 6 the captain was with COVID-19 while he was in Morocco الكابتن بتاع الفريق حصل لقوي بالنسبة لمرض كورونا لما كان في المغرب يبقى هنا أصيب يبقى infected تمام يعني خلي بالكم was aware وجاء وراء تصريف ثالث لما ابن المجهول إذن الكابتن هنا مفعول تم إصابته number 7 archaeologist now use modern such as ultrasonic rays للموجات فوق صوتية طبعاً علماء هنا علماء اللي هم يبقى الآثار طعم بيستخدمهم modern ايه طعم بيستخدمهم أساليب وتقنيات حديثة مستخدمين طبعاً لإيه الأشعة أو الموجات فوق الصوتية number 8 don't be struck it لا تكن صارم أو حازم شديد يعني في المعاملة all the time طول الوقت you need some to be able to adapt to different situations محتاج بعض إليه عشان تبقى قادر على إنك تتأقلم أدبت هنا يعني يتأقلم مع المواقف المختلفة يبقى أنت لازم أنت إيه يبقى عندك resilience اللي هو مرونة في التعامل ما ينفعش طبعاً نقول resilient لأنه داته هو الشخص المرن نفسه number 9 doctors do their best to fight disease عايزوا لك هنا الدكاتر بيبذول أقصر موجود عندهم عشان إيه طبعاً يقتلهم إيه diseases للأمراض المعدية infectious تمام يبقى لتر ايه number 10 he was taken to a bigger hospital تم أخذ المستشفى أكبر as his injury was لأن الإصابة بتاعته كانت ايه طبعاً كانت سيفير شديدة number 11 it's necessary to know how to CPR in case you should help in an emergency ضروري أنك تعرف إزاي طبعاً تقوم بعمل الـ CBR اللي قلنا عليه إن عاش قلب رئوي in case في حالة you should help in an emergency لو حصل لك موقف وفي حالة أنت عايز تساعد في حال الطوارئ يبقى هنا كلمة إيه perform تمام يبقى letter A طبعاً perform ما بتساوي do number 12 you need much more training to improve your حتى محتاج طبعاً تدريب أكتر عشان تحسن إيه طبعاً عشان أحسن الأداء بتاعي يبقى performance letter D تمام number 13 as a foreigner كشخص غريب يعني أجنبي in Egypt في مصر I need someone to me أنا محتاج شخص إيه guide me يرشدني number 14 he gets a or an of 2000 pounds a month هو بيحصل على 2000 جنيه في الشهر إيه طبعاً دوم مش مرتب ثم الإيه دولوا يعتبروا معلاوة بدلات وحاجات من دي تابع تمام number 15 young people need they don't have enough experience in life طبعاً الشباب محتاجين إيه طبعاً هما ما عندهم شي خبرة كافية في الحياة إذن هم محتاجين إيه الواحد يقوم بإرشادهم يبقى هنا guidance تمام number 16 دكتور مكدي عكوب used to not on people with hard problems دكتور مكدي عكوب كان معتدن هو إيه يقوم بإجراء عملية على الناس اللي عندهم مشاكل في القلب يبقى operate letter B number 17 CPR stands for cardio pulmonary stands for يعني يوزولك اختصار لي يعني كلمة CPR دي تبقى تعتبر اختصار لي كلمة إيه اسمها cardio pulmonary فاكرينها resuscitation تمام number 18 I didn't attack him أنا ما هجمتوش I in self-defense أنا كل اللي عملته اتصرفت كإيه كدفاع عن النفسي I acted letter B number 19 several olympic were accused of taking performance enhancing drugs العديد طبعا يزولي من لعيب ألعاب القوة لأولمبيات تم اتعامهم بأخذ منشطات لأدوية بتاعة تحسين الأداء performance enhancing drugs طبعا إيه بين athletes لهم إيه لعيب ألعاب القوة number 20 all citizens كل المواطنون must work hard to achieve progress لازم يكتب في العمل عشان يحققهم تقدم in with the government طبعا إيه بالتعاون مع الحكومة يبقى collaboration in collaboration with بالتعاون مع number 21 I don't believe what you have said لأؤمن طبعا باللي انت قلتو about the competition عن طريقة ايه أو عن المسابقة أو المنافسة you should your sources لازم طبعا ايه لازم انت تتحقق من ايه يبقى هنا check your sources لازم انت تتحقق من المصادر بتاعتك اتأكد منها number 22 you should read that before using a new electrical set لازم انتقرأ ايه قبل طبعا ما تستخدم الجهاز الكهربي يبقى طبعا لازم انتقرأ التعليمات number 23 to stop the bleeding عشان توقف النزيف كلمة injured limb اللي هو الطرف طرف من اطراف اليد او الارجل وكده يعني المصاب طبعا bandage الورو الروبط او الشاشة يعني باحكام يبقى نعمل ايه wrap طبعا نبدأ الف الشاشة باحكام عن ايه على الطرف المصاب عشان نقف النزيف number 24 the engine of this car needs careful المحرك بتاع السيارة ده محتاج careful ايه طبعا محتاج واحد يقوم بفحصه بدقة يبقى careful examination number 25 you can talk to the director طبعا ممكن تتكلم المدير الهون he is the one in charge هو المسؤول هنا يبقى ده مدير تنفيذي بقى executive director number 26 it's necessary for a football pitch طبعا هنا يقول لك ايه ضروري طبعا لملعب كرة القدم to be with no slopes ما بقاش في انحضارات يبقى ايه طبعا يبقى مصطح زي ما قلنا لكلمة letter a ليا فلات مصطح طبعا او مستوي number 27 you need to put a uran on the cut to stop the bleeding محتاج تضع ايه على الجرح كلمة cut هنا معناها الجرح عشان توقف النزيف طبعا هنا قضع ايه bandage اللي يضماضة number 28 you're a headache well surely الصدع بتاعك بالتأكيد to this strong pain killer طبعا اكيد هيستجيب للمسكن القاودة يبقى ايه يبقى هنا هتبقى كلمة طبعا لو قلت كلمة act معناها يتصرف لو react مش موجود يبقى هنا respond يستجيب number 29 the ambulance took that man to the nearest hospital صارت اللي سعف يعني اخذت الراجل المصاب لأقرب مستشفى مصاب يعني ايه injured man letter c number 30 when the lungs are infected لما طبعا ريئتين يكونوا مصابين كما becomes very difficult ايه اللي بيبقى طبعا صعب جدا لو ريئتين مصابين اكيد طبعا عملية التنفس لأيه كان قلت ايه breathing number 31 the club cupboard الخزانة بتاعت النادي اسفالوف ملقى بايه خزانة النادي اكيد ملقى بايه بالكؤوس بتاع البطولات يبقى trophies number 32 the police launched a or an attack on the terrorists who were not prepared البوليس طبعا شن هجوم مفاجئ على الارهابيين إلا طبعا ما كانوش مستعدين يبقى sudden letter c تمام number 33 use a fire exit in case of استخدم طبعا مخرج الحريق في حالة ايه أكيد طبعا في حالة الطوارئ emergency letter b number 34 after the accident بعد الحادثة i saw a man شفت راجل ايه bleeding بينزف تمام number 35 your heart and lungs are in your يقول لك القلب ورائتين موجودين فين in your chest تمام 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 في الصدر number 36 prices as a result of the Russian attack on the Ukraine تمام كوكرانيا الياروس يعني عملت عليها جم وفاجئة فحصل ايه حصل ارتفاع في الاسعار يبقى هنا rose يبقى prices rose as a result of the Russian attack on Ukraine تمام number 37 نجيب محفوز was a real he was the first Arab writer to write great novels نجيب محفوز يعتبر real يعني حقيقي طبعا هنا رائط حقيقي بايونير ليه لأنه طبعا كنور مؤلف وكاتب عربي يؤلف روايات عظيمة خالد على جزء نوبل 38 I asked you to not the fast carefully on the table why did you drop it والله طلبت منك تضع الفازة الزهرية بحرص على الترابيزة انت لايه وقعتها يبقى place يضع في مكان معين number 39 not the door before you go to bed تعني يقولك ايه luck luck the door اغلق الباب بإحكامه بال label بالقفل زي يقوله بالمفتاح قبل ما تنام number 40 there is a deep cave طبعا فيه كهف عميك add the off the mountain طبعا عايز يقولك ايه في القاعدة بتاع الجبل يبقى base تمام او صفح الجبل number 41 the red button to turn on the machine button لو ايه لو الزر بلك اضغط على الزر الأحمر عشان تشغل الآلة يبقى بpress the red button number 42 اسئلة خاصة بديفنشن تعريفات to not is to do an action لما كن بفعلا معاني يبقى يبقى perform تمام number 43 to not is to do something because something else has been done لما تعمل شيء لاني شيء تاني تم عمله يبقى يبقى هنا react رد الفعل number 44 when an illness or injury is very serious لما يكون في مرض او اصابة خطيرة we say it is بنقول عليها a severe تمام لتربي number 45 a or an is a way of doing something with a skill تراني طريق العمل بس يكون معك مهارة يبقى تكنيك أسلوب او تقنية number 46 a or an is a disease a virus or bacteria طبعا مرض يتم او يحصل بسبب الفيروس والبكتوريا يبقى ده ايه طبعا بننكلم هنا على العدوى يبقى infection تمام بعد كده ناخده الجزء الخاص بالvocable study جراس كلما يتعلق بالكلمات اول حاجة متلازمة لفظية فعل بيجي مع اسم او مع حرف جر او مع تعبير معين فبيدي معنى معين لما اقول وممكن الفعل على فكرة معناه يتغير حسب اللي بيجي معه يعني مثلا دو ان اكشن يتصرف او يتخذ اجراء لو قلتوا دو اسبورت هنا يمارس رياض دو او بيرفورم زي ما قلتولكم اجوب يؤدي مهمة عمل دو او بيرفورم سي بي ار يكون بالانعاش القلب الرياوي دو او بيرفورم فرست ايد يكون بعمل السفات اولية يصب بمرض اموعد يعضي او يصب بعدوى يتبع قواعد النظافة الجيدة يتبع قواعد النظافة الجيدة يتبع قواعد النظافة الجيدة دو اصابات بالغة يتأكد يضيع الفرصة يكتازي امتحان يبقى بامان يكترح حلول لي بقى ناخد المترادفات تعاون طبعا السنانم او الميننج بتاحها بارتنرشب او كوبريشن وخالباتكم ممكن يقول لي ممكن نستبدل الكلمة باي فبرضو يعني بيسوي كلمة ممكن يقول لي كمان كلمات كلها بتدي بنفس المعنى اللي هو الترادف طبعا هنا مرض طبعا هنا بتساوي جايد يرشد او ينصح بتساوي نورمل طبيعة او مقالوغ بتساوي نورمل بمعنى عاقل او سوي بتساوي سايم او راجونال بيرفورم يقوم بي او يؤدي بتساوي اكت تيك اكشن كري اوت ري اكت يستجيب بتساوي ري اكشن استجيب بتساوي ري اكشن سيفير شديد او حد بتساوي اكيوت سيريوس غريف دينجرس بروفاوند سيفير بمعنى عنيف او قوي بتساوي فير او فيولان او سترونج طبعا الانترمز المتضادات ديزيز او مرض عكسوم هيلث او 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 بيين يبقى كلمة انترم بتساوي opposite ممكن اقول they can't be replaced by لاي انا استطيع ان احنا نستبدلهم به او they are not the same الاربع حاجة دول بيعبرهم عن المضاد encourage encourage to يشجع عن طبعا عكسها discourage from يثني عن بيمنع شيء من حاجة بيتثبت عزيمته يعني guide يرشد او ينصح mislead او misguide معناها يضلل دية ال opposite بتاعتهم لق يشبك او يقفل عكسها طبعا الانترم بتاحها unlock move closer to يدنو من او يقترب من طبعا ال opposite بتاحها move away from يبتعد عن normal طبيعي او مألوف ال opposite بتاحهم او الانترم abnormal او unusual normal عاكل او سوي طبعا ال opposite بتاحهم insane او irrational react يستجيب طبعا الانترم بتاحها seize severe عنيف او قوي الانترم بتاحها gentle او mild لطيف او معتدل ناخد بعد كده derivatives المشتقات مشكلة المشتقات عندنا يا جماعة اساسة ان انا مش عارف اوظف الكلمات في المكانها الصحيح بمعنى ايه ان مكان الفعل فين في الجملة ومكان الاسم النون والاجكت في الصفة والادفيرب الزرف لو عرفت مكانهم وعارف معاني الكلمات مش يبقى عنده مشكلة خالص ازا لازم نحفظ معاني الكلمات وعرف المكان بتاع الكلمة بيقى فين الفعل ما كانه فين في الجملة قلنا قبل كده ان الفعل ممكن ييجي بعد الفعل وده مكانه الطبيعي تمام ممكن لو فعل مصدر ييجي بعد فعل مساعد تمام ممكن ييجي بعد حرف الجر او بعد الافعال الناقصة ده الفعل ممكن الفعل ييجي فاول الجملة لو كانت جملة امر تمام ده الفعل اكتب الكلام ده ويركزه ويحفظه كواس عشان تعرفه بعد كده طيب الاسم بقى النون النون ممكن ييجي في أول جملة قبل الفعل في محل فاعل ممكن ييجي بعد جملة بعد الفعل يمكن ييجي بعد الفعل في محل مفعول ده مكان الاسم ممكن النون ييجي في مكان تاني في جملة يسبكو آ أو آن لو كان اسم مفرد ممكن النون ييجي بعد كلمة of زي ما هنشوف دلوقتي طيب الصفة بقى ديك قصة تانية خلص لها أماكن كتير أول الصفة تصف لإسم وتأتي قبله فممكن تيجي قبل الإسم عشان توصفه الصفة ممكن تيجي بعد يعني ايه بعد يعني بعد الصفة بتيجي بعد الأفعال التقريرية اللي هي الأفعال التي لا يضف لها أي نجي وهنا أخدها سند إن شاء الله زي كلمة سيم يبدو كلمة ساوند يبدو كلمة لوج بمعنى يبدو برضو طيب ايه كمان الصفة ممكن تيجي بعد الظرف لما نعوز نحدد مقدار الصفة تمام يبدأت ايه ده مكان الصفة طيب الأدفرب الظرف بقى اول حال احنا قلنا الصفة تصف الاسم وتأتي قبله الحال يصف الفعل ويأتي بعد إذن الحال بيجي بعد الفعل عشان يوصف الحال ممكن يجي قبل الصفة زي ما قلتم من شوية عشان يحدد مقدار الصفة يعني ايه الحتة دي يا مستر لما أقول ده تقصي يعني ايه حار الغاية احنا بنمر دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيها بسجل الفيديو مرحلة حر شديدة جدا إذن هنا بقول عشان أقول لك إن الحر جديد قوي يبقى نبحدد مقدار الصفة لما جيب قبلها الظرف تمام؟ نجي بعد كيف نشوف كما بتاعتنا يوعد أو يلتهب ده الفعل شوف هيقولي هنا بقى كلمة إنفكت جاي بعد ايه؟ بعد الفعل كان يبقى كورونافيروس مرضى كورونافيروس ممكن ايه؟ يوعدوا بعض طب كلمة إنفكشن عدوى أو مرض معدي هنا بقى هوا ديات مفعولها ممكن يدى الآخرين العدوى طب إنفكشن الصفة بقى كورونافيروس ديزيز مرض الكورونا مرض معدي شايف كلمة إز ده فعل فيربتوبية جات بعد الصفة ممكن إنفكتد ملتهب أو مصاب بالعدوى هو لم يعود إيه؟ لم يعود إيه؟ مصاب زي بقولهم إذن ده برضو صفة وجد بعد إيه؟ بعد كلمة برضو فيربتوبية اللي هو إز هنا ملهاش علاقة بالكومن لكن هنا إنفكتد جاي بعد إيه؟ فيربتوب بيرفورم يقوم بي أو يؤدي ديات الفعل برضو بيرفورم جاي بعد إيه؟ بيرفورمانس أداء أو عرض ده بيرفورمانس أوف جاي بعدها أوف سي بي آر دي كلها في محل فاعل تمام؟ جات قبل الفاعل الأساسي يبقى أداء السي بي آر تمام كده؟ محتاج مهارة التعامل وأنه لاحظ يعمل سي بي آر يعني للناس في حالات الطوارئ محتاج مهارة معينة بيرفورمر مؤدي أو ممثل شايفين هنا؟ كلمة بيرفورمانس دي إيه؟ ديت اسم ناون جاي قبلها إيه؟ ملاحظين جاي قبلها صفة عشانا قلنا الصفة تصفلينس ومتعت قبله إذن الاسم بيجي بعد الصفة لما توصفه ناخد بعد كده حاجة تانية والشقات تانية زي كلمة react react يعني إيه؟ يعني يتصرف أو يستجيب هي reacted جاي بعد الفعل أهو لو الضمير هي جاي بعده هو رد فعله أو استجاب بغضب الاقتراحي طب reaction استجاب أو رد الفعل طبعا هي بيينت an angry reaction بيينت رد فعل غاضب إذن reaction هنا ناون جاي فين بقى هنا؟ جاي بعد الصفة يبقى الاسم جاي بعد الصفة reactor مفاعل nuclear reactors لو المفاعلات النووية طبعا ديتور إيه؟ اسمها are جاي في محل فاعل dangerous to people's health خطيرة بنسبة لصحة الناس reactionary متحفظ he is a reactionary person person دي اسم تمام؟ معايا كده؟ جاي قبله ايه؟ جاي قبله صفة يبقى ال reactionary دي صفة يعني شخص متحفظ who refuses any change بيرفض أي تغيير بقى كده severe مشتاقتها severity هنا كنا بتشدة دي بقى الأول أو حدة I didn't expect the severity of her reaction شايف severity؟ جاي بعدها ايه؟ of اللي ديت ناون طب severe الصفة بقى شديد أو حد I didn't expect her severe reaction severe دي اتصفة بتوصف الاسم اللي جاي بعدها تمام؟ severely بشدة أو بحدة I didn't expect she would react severely دي اتصرف الظرف يجيه هنا فان؟ جاي بعدها الفعل ليه؟ عشان يوصفه هو ان الظرف او الحال يصف الفعل وقته بعده تمام؟ ناخد بعد كده expressions والأديمز تعبيرات ومصالحات be right to يكون محقا فيه call for help يطلب المساعدة check every detail يتحقق من كل جزئية check explanation for or of تفسير أو توضح لي follow the instructions for يتبع التعليمات الخاصة به زي follow مثلا the law يتبع القانون in the correct way بالتراكة الصحيحة keep the heart strong يحافظ على القلب بزحة جيدة on a flat surface على سطح مستوى on top of فوق send the blood around يدخل دم خلال severe injury إصابة شديدة small enough to صغير بما يكفي لكي stay fit يظل اللي أقم بدنين عنده لياقة يعني sudden death الموت المفاجئ take up a sport يبدأ أمرسة رياضة medical support for الدعم الصحي لي بعد كده ناخد بال verbal prepositions الفيلمة حرف الجار allow to يدع أو يترك أو يسمح لشخص معين أن يفعل كذا care about يهتم به disagree about يختلف على forget about ينسى أمر forget to ينسى أن get into يدخل إلى get on يركب وسيلة مواصلات look around يبحث في المكان المحيط look around place on يضع على press down يضغط لأسفل أو يدك pull out يرفع أو ينزع أو يخلع rise up يرتفع أو يعلو take up يقبل القيام بشيء أو يرضى ممارسة رياضة مثلا ناخد مع كده بقى clear the confusion يعني نلاحظ الفرق كلمة breathe خالباك من النوت breathe breathe عمنا زي حرف الذال طلع لسانك فيه لكن ديها breath كلمة breathe ديها تنفس the performance of CPR helps the injured man breathe normally الأداء بتاع CPR عمل CPR يعني ساعد المريض المصاب أنه هو أو الرجل المصاب أنه يتنفس بصورة طبيعية breathe it's normal for your breath to be warm من الطبيعي التنفس بتاعك أنك تبقى إيه دافئ encourage discourage encourage طبعا بيقع ره مفعول طول مصدر يشجع شخص على كم بشيء مثلا his mother encourages him to do sport a sport to keep it طبعا بتشجعه أنه ما يقوم بعمل رياض عشان يبعانده للاقة encourage ممكن يقوم وراها ING أو الاسم يشجع على the government encourages starting private businesses حكومة بتشجع على البدء في مشروعات خاصة discourage زياد المفعول from زياد ال ING I discourage رودينا from listening to bad songs والله يعني خلت رودينا تبتعد يعني عن الاستماع للموسيقى السيئة أو الأغنى السيئة infection illness disease sickness infection ده عدوى أو مرض ناتج عن فيروس أو بكتيريا لما أقول small box اللي هو القدري and the COVID-19 are dangerous infections عدوى خطيرة illness ده مرض أو إعياء بيبقى خلل في الجسم أو العقل she suffers from a serious illness هي تعاني من مرض خطير disease بيجيب المرض يبقى اسم المرض مع كلمة disease بيذكروا الاسم زي نوع معهم الفلونزا سرطان flu is common disease in winter الإنفلونزا ده مرض شائع في الشتاء sickness إعياء أو يمنع من القيام بالعمل مثلا my sickness stopped me from going to school والله المرض بتاعي من يعني من إيه من يذهب إلى المدرسة بعد كده كلمة raise rise كلمة raise كفعل بيجارة مفحول معناها يرفع يجمع مال يربي يطرح موضوع أو سؤال المناقشة مثلا لما أقول wars raise prices الحروب طبعا بيترفع الأسعار this charity raises money for the poor الجمعية الخيرية دي بتجمع عمال للفقراء parents work hard to raise their children الوالدين طبعا ايه work hard بيكتادوا في العمل عشان طبعا يا ربهم أطفالهم سما طبعا ايه طرحت موضوع أقول لك سؤال مهم خلال المحاضرة للنقاش يعني طب كلمة raise الماضي منها rose risen يعني معناها يرتفع يزداد تشرك تنهض طبعا خليب لكم هنا بقى أقول لك ايه بدون مفعول وده الفرق الشاسع الفرق الأساسي بينهم raise وراها مفعول rise بدون مفعول prices rise الأسعار ترتفع during wars أثناء الحروب the sun rose and warmed the area الشمس أشرقت وطبعا قامت بتتفيد المنطقة I rose to welcome my gases أنا نضهط لكي أرى أحب بإيه بالضيفة بعد كده كلمة sign و signal sign الجهن silent معناها لافطة أو يفطة اليفطة يعني you can know the distance from road signs ممكن تعرف طبعا المسافة من خلال الإشارات أو اليفطات اللي موجود على الطريق طب signal دي إشارة بقى تردد موجودة الراديو مع signal there is no signal in this remote area ما فيش أي إشارة في المنطقة البعدة دي sign و signal إشارة أو علامة على شيء بداية شيء نهاية شيء يقول لك he paid some of the price in advance as a sign أو as a signal of readiness هو طبعا الدفع جزء من الأسعار مقدما كعلامة منه يبين أنه مستعد يعني وجاهز يعني بعد كأنه نحلي تشوز نمبر ون it's necessary to know how to first aid طبعا ضروري أنك تعرف إزاي إيه تقوم بعمل first aid يبقى هنا هتبقى طبعا letter a طبعا هتبقى do first aid وخلي بالك كمان perform first aid يبقى اللي تنصح يبقى اللي ترضي تمام نمبر two you mustn't CPR unless the person is lying on his or her back طبعا لمنوع يعني يقول لك ممنوع إنك إيه تعمل CPR إن عاش القلب الراوي إذا لم the person is lying on his or her back إذا لم يكن الشخص يعني مستلقي على ظهره لازم أن يكون مستلقي على ظهره تمام كده يبين you mustn't do لأن CPR ولكن لما يكون في جائحة يبقى أنت احتمال طبعا تصاب بالعدوى يبقى get an infection نمبر four you can do أنت ممكن تكون بعمل إيه طبعا do a sport لأنه بتيجي مع sport يكون بممارسة رياضة نمبر five coronavirus is a severe disease كورونا فيروس ده مرض إيه يعني حد وشديد وخطر طبعا in this sentence severe is antinomous with كلمة سيفير عام لتتضد مع كلمة إيه طبعا شليد أو إيه زيقوله أو حاد طبعا عكسها mild يعني إيه معتدل نمبر six from the behavior أو her behavior من سلوكها it's clear that she is not normal بين طبعا إن هي إيه من الواضح إن هي مش طبيعية زي وارد normal hear can be replaced بقى كلمة normal ممكن نستبدلها بإيه طبعا هنجيب مكانها كلمة سين لأن سين معناها عاكل لكن normal هنا بتسويها طبعا هنا أقول لك can be replaced يعني بتسويها هيبقى same بتسوي normal number seven you are obliged عايزوا لك أنت إيه أنت طبعا تم إكبارك to زي يقولون إيه to follow follow يعني يتبع the law القانون in this sentence في الجملة دي follow is the antonym of follow هنا بتسوي مضادة لكلمة إيه بقى antonym يعني مضادة طبعا follow the law يتبع القانون break the law يخالف القانون يبقى letter d تمام number eight you need to not a good hygiene in order to keep healthy طبعا طبعا يبقى عندك إيه يقولون إن أنت تتبع قواعد النظافة الجيدة اسمها إيه اسمها طبعا have a good hygiene number nine if you want to succeed in life لو عايز تنجح في الحياة never any chance to learn عزو لك يعني عمرك أبدا ممنوع إيه ممنوع تضيع أي فرصة يبقى هنا miss the chance يضيع الفرصة number ten not is too mild as irrational is too normal إيه بقى الصغة بتاعة S دي تخلي بالك بقى عشان في ناس كتير بيسألون عليها ومش فهمينها تمام كلمة as هنا بتاع الجملة دي يعني بيقول لك دي صغة اسمها analogy يعني يعني صغة القياس يعني ايه برضو يا مستر صغة القياس يعني يجيب لك كلمتين قبل as وكلمتين بعد as الكلمتين اللي جم على بعض يعني مفيش كلمة نقصة منهم بيقول لك العلاقة بينهم مثلا تضاد أو تساوي أو فعلا جبت الصفة معاه أو فعلا جبت منه اسمه هكذا عازك تجيبك كلمتين التانين زيهم وليكن مثلا جاب لي بعد آس هنا ايه كلمة irrational وكلمة normal الاتنين دول في علاقة تضاد بينهم irrational يعني غير عاكل وnormal طبيعي في تضاد وجاب لي هنا قبل as كلمة mild إذا عاوز كلمة كمان تبقى عكس كلمة mild عشان العلاقة بين كلمتين دول زي العلاقة بين كلمتين دول يبقى سيفير أعتقد قيا بقت واضحة نمر 11 هي بتشجعان عشان تدخل مالي طبعا بتبعدني بتثنيني عن إشراء الأشياء الغير ضرورية بأي يبقى نمر 12 do you want to move it the wall فرد عليها قال له no move it closer تعاستي بعيدة عن الحائط قال له لا حركها بجوار الحائط أو بالكرم الحائط يبقى اسمها move it away from you بعيد عن number 13 if your child wants to take لو طفل بتاعك عاوز take a new sport عايزوا لك يبدأ ممرسة لعبة جديدة باسمها take up يقول لك a doctor must check his heart pulse first بس لازم ان الدكتور طبعا ايه يفحص القلب بتاعه ويشوف ضغط القلب بتاعه الاول number 14 ايه بيكالم بيه بيقول له is your offer still available هالعرض بتاعك مازال متاح قال له forget it انسى i have a change at my mind انا غيرت رأيي يبقى ايه forget about it يعني انسى امر الموضوع ده يعني خالص number 15 you not leave this job it's boring هزول ايه طبعا انت كنت محق ان اقترقت الوظيفة ده ده وظيفة مملة يبقى ايه you are boring يبقى يكون محقا فيه اخر جملة عندنا النهاردة you don't realize that of the weather in canada in winter طبعا انت لا تصدر انك تدرك زي بقولهم ايه بقى the weather of canada in winter انت ما تقدرش تدرك صعوبة وقصوة التقس في canada يبقى ايه يبقى severity تمام number 17 small box ولا الجدري يبقى خلي بالك وقال لي هتوصب بالجدري يبقى you will be infected خليباكو مبني مجهول جبت التصريف ثالث بعد will be تمام سوف يتم من صابتك يعني number 18 children need their parents to them لطفال محتاجين الولادين بتوهم عشان ايه طبعا جايب لك تو يبقى عايز فعل مصدر يبقى to guide them عشان يرشدهم ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن reading بطريقة جديدة ان شاء الله مبتكرة ما حصلتش قبل كده على يوتيوب خالص تابعونا ان شاء الله هيجبكم الفيديو اللي جاي بإذن الله واتسفدوا منه جدا جدا احنا كده وصلنا الاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان اكبر ده عاملين عشان استمر واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس علمية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته